ومن المميزات ديال هاد الانواع ديال لفابوات ان التمن ديالهم كيكون رخاس بالمقارنة مع الانواع الاخرى وخصوصا اذا كان القياس دياله صغير السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير والاخير العديد من الاخوان منيك يوصلوا لاصلاحة ديال الحمامات ديالهم كيحتاروا في اختيار الحوض المناسب لهذا الحمام لهدف هاد الفيديو وغادي نقرر لكم جميع الانواع ديال الاحواض وغادي نعطيكم المميزات والسلبيات ديالكم كون نوع باش يسهل عليكم الاختيار فيديو اكيد غادي يكون مهم بزاف غير تابعوا الى الاخير ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش هبطة تحتو تعملوا واحد اللايك والنوع غادي نبدأ لكم به هو هاد النوع العادي تقليدي المعروف عند الجامع اللي كيكون عنده واحد العامد او لوحد الرجل اللي هو داع حتى الارض من المميزات ديال هاد النوع ان الانستالسيون دياله كتكون عادية يعني كتكون عنده الانستالسيون في الارض خصوصا بالنسبة الاخوان اللي بغين يجدوا الحمام ديالهم ولكن ما فيهم ما يبطلوا الانستالسيون وديروا الانستالسيون في الحقيقة وتزد عليهم المصارف يعني كيبغيوا يحفظوا على الانستالسيون كيما هي يعني بإمكانهم ياخدوا هاد النوع هادا ارى غادي يخدملهم ايضا من باية المميزات دياله ان التمان دياله رخاص بالمقارنة مع الانواح الاخرى اللي غادي نشارك معاكم هناك نشارك معاكم التمان دياله وخصوصا اذا كان عندكم الحمام صغير وخديتوا هاد النوع هادا اللي كيكون القياس دياله صغير ثمان كيبدأ من مية وتسعود وسبعين درهم وايضا بالنسبة هاد النوع هادا اللي كيكون عنده العمود طويل حتى هو كيكون في عدة اشكال كين الشكل اللي كيكون مربع مستاطي البيضاوي وايضا في عدة الوان وحتى بالنسبة القياسات في قياسات مختلفة كينة اللي صغير وكينة اللي كبير المهم ده بشوفتو معايا الاجابية ديال هاد النوع ده بغتشوفوا معايا السلبيات المهم كيما كتعرفوا كمين بالنسبة هاد النوعة هادا الجمالي ديال وصد الحمام ديالنا كتكون ناقصة يعني ما كيبانش آنيق وعصري كيما الانواع الاخرى اللي غادي تشوفوا معايا وايضا المشكل الثاني هو الصعوبة فتنضيف لانكيكون عنده هاداك العامود هاوزت حتى الارض مولات الدركي الصعاب عليها انها تنظف مور هاد العامود وتمكيبقوا يتجمعوا الاوساخ وده بغتشوفوا معايا نوع تاني ديال الاحوز بالنسبة هاد الحوز هادا النص ركبة كي تكون من الحوز وكي تكون موحد العامود اللي كيكون معلق يعني قصير مشي طويل هود تال الارض وبالنسبة هاد النوعة هادا مبيل مميزات ديالو ان التمن ديالو كيكون ناقص شوية بالمقارنة مع الانواع الاخرى اللي كتكون بالموبل ملتحت كيما كتشوفوا معايا هادا النوع التمن ديالو الاف ومئتين درهم وهاد النقطة هادا نركز عليها بالنسبة الاخوان اللي كيكونوا باغين يسلحوا الحمامات ديالو ولكن كتكون الامر المادية شوية ناقصة كنحاول ما امكان نعطيهم بعض الاحوز اللي كون تيزاين ديالو زوين وفنفس الوقت كون التمن ديالو شوية ناقص بالنسبة هادا النوع هادا تهو تقريبا الاف ومئتين وستين درهم وايضا من بعض المميزات ديال هاد النوع هادا اللي كيكون نص ركبة السهولة ديالو تنظيف لانك كيكون عندو هادا العمود ديالو معلق وبتالي مولا صدار كي تقدر تنظف تحسمن هادا الحوضة هادا بسهولة غير واحد نقطة ردو مع هادا بالنسبة هاد نوع هادا نص ركبة لانستالاسيون ديالو ما كتكونش في الارض بحال النوع الاول اللي كيكون عندو عمود طويل لا هادا لانستالاسيون ديالو خصة تكون في الحائط وده بسلينا من الانواع ديال لافابو وغادي تشوفوا معايا الانواع ديال ليباسك هو اللي كنقدرو نديرو تحت منهم البلاكارات اول نوع اللي غادي نبدا لكم به هو هذا اللي كتشوفوا معايا فти الفيديو، بالنسبة هاد نوع هادا ماكيحتاش انهو تونكاسدرا فرخامة يعني كيكون بوحده والموبل كي تجي تحت منو بالنسبة هاد نوع هادا احت هوا كيكون فيه قياسات مختلفة يمكن أن يكون حمامات كبيرة اخوان لا يوجد حمامات كبيرة لأنه لا يحتاج المساحة كبيرة بالمقارنة مع النوع المساحة يبقى لحسب هذا الفاسك كبير وحسب النوع الخشب الذي يأخذون به يأخذ هذا المبل فإن العموم 8 يبدأ من 1500 درهم والمساحة بالنسبة للنسبة للنسالات يكون في الحائط ومميزات له أنه يتحدث معلق في الحائط يمكنه أن يحصل على المبل يمكنه أن يجمعه وننظمه في هالأغراض الحمام ايضا كي اعطي واحد شكل جمالي الحمامة دينا وكيبال الحمام اناق وعصري نقطة اللي بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو بغيتكم تعرفوها بالنسبة هاد النوع ديال الفاسك اللي كيجو تحتمنهم مباشرة البلاكار وما كيحتاجوش الرخامة انهم يتونكاستروا فيها ارا فيها عدة انواع في هاد النوع هذا الاول اللي شفتوا معي اللي كيكون الفاسك ديال السيراميك وفيه اللي كيكون فيه الفاسك مخدم بالكوريان يما كتشوفوا معي هنا في هاد الفيديو بالنسبة هاد الفاسك هادا ارا هو مخدم بالكوريان تقدروا تعدلوه عند مرخام كيما انكم تقدروا تشريوه من المحلات جاهز يعني كينا المحلات اللي كتبع هاد الفاسك اللي كيكون ديال الكوريان وبطبيعة الحال هاد النوع اللي كيكون نخدم بالكوريان كيكون الثمن دياله زايد بالمقارنة مع النوع اللي كيكون ديال السيراميك وايضا هاد الفاسك كيما انهم يقدروا يكونوا كيما قلت لكم ديال الكوريان يقدروا يكونوا ديال الرخام إما الرخام العادي وإما الرخام سطيناعي بحل سليستون وديكتون وبالنسبة لها النوع الأحوض التي تكون مخدمة بالرخام من النوع لها يعني ماشي الفاسك كان أستروا في وسط الرخامة كما تشوفوا معي هنا في الصور تهي كتطلع أكثر من رائعة كنقدرون نخدمو ديال واحد كما نقدرون نخدمو ديال جوج وأيضا كنقدرون نخدمو ديال واحد ونخلي واحد المساحة في الجوانب بجوج أو لا غير في جهة واحدة كنقدرون نحطو الأكسسورات ديالنا أيضا بالنسبة لها الأنواع ديال الفاسك إذا عدلناهم عند مور الرخام كنقدرون نختارو أي نوع ديال الرخام بغينا رغم أن الأغلبية كيختار ديكتون ولا سليستون لأنه فعلا كيجيوا أكثر من رائعين كما أن المعلم ديال الرخام كيقدر ياخدنا القياس على الحمام ديالنا يعني وخل الحمام يكون صغير أو للبلاصة مثلا ديال الفاسك جات مروبزة ولا جات معها واحدة سريعة ما كيكونش عندنا إشكال بالنسبة لإخوة اللي كي تقولوا للشركة تكون موثوقة اللي كتخدم هاد النوع ديال الفاسك بديكتون وسليستون كينا نور الدين بمدينة دربيضة وكيخدم تقريبا جميع المدن المغربية تبارك الله عليه العمل ديالو أكثر من رائع وهذه الصور اللي كتشوفو معي ره الخدمة ديالو وبالنسبة هاد الأنواع ديال الفاسك كما سبق لي شرحت لكم تقدروا تديروا تحت منهم بلاكارات تسدهم كاملين وإما تقدروا تخليوا هاد الفارغ مباشرة تحت من هاد الفاسك وهتديروا هاد البلاكار سيسبوندي أو لا تقدروا تديروا هاد التجيرة حتى هي بالرخام أيضا بالنسبة هاد الأنواع ديال الفاسك نقدروا نخدمهم بالكومباكتو وايطحوا علينا في الثمن أقل بمقارنة مع هاد الرخام ولكن المشكل المعلم اللي خدم من هاد النوع ديال الفاسك يتقنوا ويتقنوا قليل المعلم اللي خدمها المعلم زكالية يخدموا ويتقنوا ويتقنوا ولكن المشكلة دياله أنه مبقاش دبات يشد لأنه مرشة يعني يعني تواسطهم هاد بالزر ديال الإخوان ويتدوه يعني ما كيدركش أما يخدم الناس كميما يخاف يتحشم ودبا غد ندوزون الطريقة اللي نقدروا نركبه في هاد النوع ديال الفاسك بالبلاكار ديالهم كما كتشوفوا معايا هاد المعلم بتبت تركيب ديال البلاكار هو الأول ومن بعد عاد غد يركب الفاسك فوق منه وكان الإخوان اللي بغين يركبوا غير الفاسك ومن بعد عاد يديروا البلاكار كتشوفوا نطوروا في المادية شوية مقصحة كان نقول لكم ما كان حتى إشكال يعني بإمكانكم تتخذوا غير الفاسك وتركبوه وتخدموا بيع عام أماين ومن بعد الأمور المادية ديالكم منيت وليم زيانة تواصلوا مع المعلم ويجي يخدم لكم المبل دياله من التحت ما كانت مشكل وأيضا كان حتى هاد الأنوع ديال الفاسك اللي كي يجيوا كاملين هكا مخدومين هوادين حتى التحت إما يقدروا يتخدموا بالزليج طبعا الحل إذا كانش معلم حريفي أو يتخدموا بسيليستون وديكتون أو لكين بحل هاد النوع هادك يكون بستيراميك يتباع جاهز في المحلات كان سبق لي شاركتوا معاكم وده بغد يتشوفوا معايا نوع آخر ديال ليفاسك واللي ما كي يخدموش بوحدهم يعني ضروري خصومة أون كاسترا ووسط الرخامة عاد تقدر تدير تحت من هادك الرخامة البلاكار ديالك بالنسبة هاد النوع هادا كي ما كتشوفوا معايا في الفيديو في عدة أشكال فيه الشكل اللي كيكون مستطيل الشكل اللي كيكون مربع الشكل اللي كيكون دائري بيضاوي كان النوع اللي كتكون فيه البلاسة فين كيدا الروبيني والنوع اللي ما كتكونش فيه هاد البلاسة يعني الروبيني كتدير له الفتح ديالو في الرخامة وبالنسبة هاد ليفاسك فيه النوع اللي كيكون فوق الرخامة والنوع اللي كيكون تحت من الرخامة من أون كاسترا والنوع اللي كيكون مستوي مع الرخامة بالنسبة للإخوان اللي بغين يديروا هاد النوع هاد اللي كيكون فوق رخامة بالنسبة للعلو ديال الفاسك كيكون عدنا بين 85 حتى 87. خدوا بعي الاعتبار هاد القادية هادي ماشي تركبوا رخامة في العلو ديال 85 ومن بعد عادت أون كاستريو هاد النوع هاد اللي غادي يجي فوق رخامة رغي يجيكم الفاسك عالي بزاف. وايضا بالنسبة للإخوان اللي عندهم الحمامات ضيقة بزاف وباغين يستغلوا هاداك المجورة او هاداك البلاكار اللي كيكون تحت مر الفاسك باغين ينضموا فيه الاشياء ديالهم وباغين في نفس الوقت يديروا هاد النوع ديال الفاسك اللي كيكون تحت مر خامة ردوا لبعنوا هاد القادية إذا درتوا هاد نوع هادا ديال الفاسك راكي ياخد لكم تقريبا جزء كبير من هاداك الاسباس اللي كيكون ملتحت لانا كله يكون نازل ومعاك يكون عدنا البلاسة ديال الانستاليال ديال الماء وديال الواد الحار ونزيدوا هاداك الفاسك يكون نازل من تحت وما غديش بقنا واحد لاسباس اللي كبير اللي يقدرون نضموه فيه وخصوصا بالنسبة للإخوان اللي عندهم حمامات صغيرة وما عندهم شي فين نضموه في بلاسة أخرى يعني عندهم غير هاداك البلاكار اللي غدي يكون تحت مر الفاسك وده بوصلنا النهاية ديال الفيديو وانا متأكدة انكم استفتتم زيان ومني غدي تجي وتختاروا الاحواد الحمامات ديالكم غدي تعرفوا تختاروا وما غديش توقعوا في الاخطاء ما ت تنسوني شمال لايك بطبع الحلق اذاك الفيديو سهل ايضا بارتاجيوه باش يوصل على اكبر عدد ممكن من الناس باش تهو ما يستفدوا شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله